طيب اللي حصل بقى بعد المباراة التفاصيل الكواليس من جانب النادي الاهلي طبعا تعالوا لكم شوية كواليس حصلت بعد المباراة النهاردة يلا بنا بعد الهزيمة أمان فلمانجو وبعد دخول اللعبين غرفة خلع الملابس في ملعب طنجة قدم خالد عبدالفتاح لعب الفريق اعتذاره اللعبين على البطاقة الحمراء التي حصل عليها وتسببت في استكمال الفريق للمباراة بعشرة لعبين واستقبال الشباك محمد الشناوي هدفين واكد انه لم يكن يقصد ما حدث وان يتسبب في خسارة الفريق لا يتحمل طبعا ثانيا محمد شريف مهاجم الاهلي الزهر في حالة زهول كبيرة بعد المباراة واحنا كمان والله يا شريف احنا كمان كان عندها نفس الزهول بسبب الفرصة التي اهضرها وقال ان الوقت ما كان الفريق متقدم في النتيجة بهدفين ولدت على مرمى الاهلي بهدف حيث لم يتحدث كثيرا محمد شريف بعد المباراة وكان متأثرا من الهزيمة او من الفرصة الضاعة احنا كمان كنا في زهولة شريف بجد يعني مجدبش عليك ثالثا مرسل كولر المدير الفني للأهلي تحدث مع اللاعبين واشاد بالجانب الايجابي من اداء الفريق والمستوى الذي قدمه بشكل عام في البطولة لكنه عاب على اللاعبين بالتأخر في النتيجة بعد ان كان الفريق متقدما وشدد على انه لن يسمح بهذا الامن في الفترة المقبلة وان اللاعبين عليهم استغلال اي فرصة لقتل نتيجة المباراة وعدم منح الفرصة للمنافس في العودة كمان كولر خلال حديثه مع اللاعبين اكد ان هناك اربع لاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم تماما خلال مباراة فلا منجوا فكروا انتوا بقيمين الاربع لاعبين الا انه رفض اعلان الاسماء وقال انه سيحتفظ بها لنفسه حفاظا على تركيز الجميع نظرا لضغط المباراة الازل سيواجه الفريق في الفترة المقبلة لكنه شدد على قراره باستبعاد اي لاعب متهاون او لا ينفذ التعليمات مستقبلا محمد شناوي حارس مرمى الفريق بعد الدخول الى غرفة خلع الملابس تحدث مع اللاعبين وطالبهم بضرورة غلق صفحة المنديال وقدم لهم اعتزاره على اي اخطاء وقع فيها خلال المباراة كما قال اللاعبين نصا كلنا مدينون بالاعتزار للجمهير وابسط تعويض لهم هو التواجد في بطولة العام المقبل من كهس العالم للانداء وانه لا مفرق او بديل من الفوز ببطولة افريقيا هذا الموسم ايضا سيد عبدالحفيز مدير الكرة من جانبه لم يوقع اي عقوبات او غرمات على اللاعبين خصوصا وانه يرى بان الفريق لم يقصر وان اللاعبين قداموا مستويات جيدة خلال المباراة